نجحت ناستيا الصحفية الروسية في الهروب إلى ألمانيا قبل اعتقالها من قبل السلطات الروسية التي لاحقتها قضائياً لانتقادها الحرب على أوكرانيا كان العمل في الصحفة في روسيا مرعباً للغاية وخاصة مع العمليات العسكرية لا يمكن حتى السؤال لماذا هذه الحرب هناك العديد من الدعوى القضائية بحقي واتهامي لأنني أقوم بنشر معلومات مضللة لأنني قلت الحقيقة وما يخالف رأيهم عام مضى على الحرب الروسية على أوكرانيا قامت خلالها السلطات الروسية بإغلاق كافة وسائل الإعلام المعارضة ومطاردة الصحفيين الذين انتقدوا العملية العسكرية وأصدار جملة من القرارات التي تقيد عمل وسائل الإعلام الأجنبية في روسيا وصلت حد السجن 15 عاماً لكل من ينشر معلومات عسكرية خارج التصريحات الصادرة عن وزارة الدفاع ما دفع الكثير منها لإغلاق مكاتبها ومغادرة الأراضي الروسية كان ممنوعاً علينا تسمية الأشياء باسمها وأن نتحدث للمشاهدين عن الفضائع في الحرب على أوكرانيا وخاصة أنها حرب السلطة الروسية وعندما أصبحنا نقول الأشياء كما هي تم إغلاق القناة وملاحقاتنا قانونياً حتى هربنا إلى خارج روسيا رئيس اتحاد الصحفيين الروس انتقد تعليق عضوية روسيا في الاتحاد الدولي للصحفي واتهمت دول الغربية بممارسة القمع بحق الصحفيين الروس في الدول الأوروبية بعد إيقاف اعتماداتهم وأغلاق مكاتب وسائل الإعلام الروسية بدعوى نشرهم معلومات مضللة عن الحرب في أوكرانيا حرب إعلامية تشن ضدها كما تصفها موسكو بينما يشتك من القيود من يعملون في الصحافة فيها فيما يرى البعض أن للعمل الإعلامي في زمن الحروب مخاطرة حتى لو كان بعيداً عن جبهة القتال فراس مارديني الحرة موسكو